ويحلى رمضان مع المرد للأطفال نحن المحققون هل هدأت الآن؟ هل من الممكن أن نتكلم قليلا؟ بالطبع يا صديقي وأعتذر لك ولسلطان على طريقة كلامي أمس أعلم ذلك وأعلم أنك لن تقصد أن تنفرد برأيك عنه ولكنه ربما غيظك مما يحدث صدقت أنا مغطاض للغاية من هذا الرجل ومن لغز هذا البيت ما رأيك لو فكرنا بشكل مختلف قليلا؟ وكيف ذلك؟ هل تذكر الأوراق التي أخذتها معك بعد خروجنا من البيت الغامض هذا؟ نعم ما زالت معي ألم تجد فيها ما يدل على حل لكل هذه الألغاز؟ لقد قرأتها كثيرا هي مجرد سرد لقصة حياته وحبه للقراءة والشعر والقصص ولا يوجد شيء مميز يدعو للريبة ألم يذكر شيئا عن أسرته؟ وكيف مات هذا الرجل؟ أو أي شيء؟ لا لم يذكر إلا شيئا واحدا عن حفيده الذي سافر للخارج لاستكمال دراسته وذكر أيضا اسم رجل روائي وقصاص كان صديق عمره ورفيق سنه هل ذكر اسمه أو نوه عنه؟ لا لم يسمه في مذكراته فلقد كان يناديه رفيق الحرف والقلم حسنا لا يوجد فائدة الآن أمامي فكرة أخرى وما هي؟ سأخبرك بها ليلا بإذن الله انظروا إنه صاحبنا لماذا يقف مع الأستاذ محمود؟ وما هذا الود بينهما؟ إنهما يتحدثان وكأن كل منهما يعرف الآخر منذ زمن أكاد أجن مما يحدث انظروا إنه يعطيه ظرف نحن المحققون مرحبا يا أبنائي هل اخترتم الشتلات التي سوف تزرعونها؟ نعم كل مننا اختار شيئا مميزا أتعلمون يا أبنائي لماذا قامت المدرسة بهذا النشاط؟ لماذا يا أستاذ؟ أولا هو ترفيه لكم وطريقة مبتكرة لكسر روتين التعليم وتجديد النشاط والأهم من ذلك هو تعليمكم أمرا مهما للغاية وهو؟ أن من زرع حصد فكل منكم اختار شتلته المفضلة وكل منكم سيزرعها بيده وكل منكم سيرعاها حتى تزهر صدقت يا أستاذ ولكن هل يمكن أن أضيف أننا نفعل ذلك من أجل أن يكون الحي جميلا؟ وهذا شيء إضافي أننا تعاوننا معا لتحقيق شيء جميل فالجمال في حد ذاته قيمة روحية نحتاج إليها فعلا فكل ما نزرع إما شكله جميل أو ظهره جميل أو رائحته جميل أو صمره جميل هل لي أن أسألك سؤالا يا أستاذ؟ قفضل يا بني لماذا كنت تقف مع هذا الرجل الملثم؟ ولماذا هو ملثم هكذا؟ حسنا بالنسبة للسؤال الثاني فأنا لا أعرف في الحقيقة لماذا هو ملثم هكذا ولكن إن شئت أنت فاسأله وأما بالنسبة للسؤال الأول فالأمر يتعلق بكم أنتم الثلاثة ولكننا لم نفعل شيئا لقد فعلتم الكثير وستعرفون كل شيء في موعده علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع